طبعا خير يسعد صباحكو نصحتنا لهذا اليوم لكل شخص بيشوفنه في ايده كاسة النسكافيه تذكر كويس انه النسكافيه بيحتوي على دهون مهدرجة وتذكرنه بيحتوي على كمية عالية من الكفايين وبيحتوي على سكر بكمية عالية يعني الاكثار من تناول النسكافيه هو مضر لمحالة ويؤثر سلبا على الصحة على المستوى البعيد فاجتنبوا النسكافيه قدر الامكان او بامكاننا ان احنا نشرب بدال المبيض يكون حليب منزوع الدسام او حليب طبيعي وبامكاننا استخدام القهوة ولكن عدم الاكثار من القهوة سريعة الذوبان لانه في المحصلة كلها عبارة عن منبهات وتأثيرها سلبي على الجسم على المستوى البعيد وياريت نستبدل النسكافيه بمشروبات طبيعية زي مشروب الشاي الاخضر كليل الجبل حتى ممكن نشرب القهوة العادية وياريت تبدأ القهوة البيضاء بيكون افضل وافضل